السلام عليكم ورحبا بكم في قناة سامري تيفي فاس وصفة اليوم البنات هادل قطويا او انتخمي وصفة لي سهلة تتوجد بالسرعة المواد جيد بسيطة بدون بيت بدون جيلاتين بدون كريم فراش سيقطو ما تنحتاجوش قاع الفران شكل ومدق ديالها زوينة وزالة بزاف على بركتي له عادي ندوزو الطريقة التحضير ان شاء الله عادي نحتاجو لهاد الوصفة نص كاس ديال سكر ساندة العبار ديما بركز العنباء وخنيشة ديال فاني كاس قلارو بالميزينة نص كاس ديال حليب غبرة ثلاثة ديال كيسين ديال ما جوج مع القبار ديال السبدة ايه بيمو بيمو تقريبين مية وثلاثين جرام يعني ديرو شكل اللي عجبكم انا خديت هاد شكل هادا درت باكية وزيت ساد الحبات زيت الغربة على اول حاجه عادي نهرسو هاد بيمو ميو تمح بهم المعلاجو جو الاثلاثة وانحطوه دو كوتي تنديرو المكوينات الجافة كلها فواحد الكاسرونة تنخلطوهم مزيان ما بعدياتهم و نضيفه في الماء تدريجيان و نحن نخلطه و ننفو هاد القوام تيدوبه مزيان في الماء تنضيرو الكسرونه على النار النار بيانسيغ تكون قليلا و ننخلطه بشوية تتتعقد هاد الكريمة مباشرة من نتتعقد تنضيفو هادو كجوج مع القكبار ديال الزبدة والخنيشة ديال السكارفاني و تنخلطه مزيان تتدوب هاد الزبدة و تنضيفو بيمو عادين غلفوه بالكريمة ماشي عادين حركو عادين خويفو ديالكتمن فوحاد لكادر ديال پاتسري لتحتمنو عاد يكون لبلاد فرزانتشون و عادين قادو لسخص بججي بيان لس و نضيفو فتلاجة لطم و اجدو لدوزيام كوش نحتاجو لدوزيام كوش كاز العاصر للتشين و السرشي ديال فلان للفاني للوزن ديالو خمسين قرام ممكن نضيفو العاصر مشري إلا عصرتو بحالي عدي نصفيوه عندي فول خنيشة نضيفو العاصر نخلطوهن نضيفو الكسرنا على النار يتبدأ تغلي صافي مباشرة نخوي بسرعة على القطوية و نضيفو الاسباتيول ملتحت باش ما تجينيش هديك الحفرة نخليها شي عشرة ديالتقايق لما تشتشوها راسها و نضيفوها في تلاجة باش تبرد مزيان راها في نص ساعة تكون واج دايم أفضل تنخليوها في تلاجة الوقت كافي باش تتبرد مزيان من البعض تنحيدو هادلو سيخل يعني بلا ما نديرو المص محيط إلا درنا المص فلو كنتوغ تيضايحا دونك عادي نبقاو نحاولو كي ما تندير انا ينزعو شوية كالو كنتوغ باش تيدخل لهوا و بحديتو تيتحيد محيطة لديكوراتي ديكوراتي و تنحن بلتين مقطع رقيق و هاداك اللوز تنتو مع الروح ديال بيستاش و خليتو نشوف أشياء كاملا و من البعض تنتو في موليناكس هكا تجيب حل الغبرة ديال بيستاش هادي هي الوصفة اليوم البنات را فغيما تنتمنى تجربوها ان شاء الله را فغيما تتوجد بالسرعة و باردة و زوينا في هاد الوقت هادا اللي كان الحرارة تتبرد على القلب تنتمنى تكون عجبتكم الوصفة و نتلقوا مرة اخرى ان شاء الله فيديو جديد السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر